السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أم ميون لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحبتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الأرز في المنام علامة يدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة للرؤية أو للرؤية لو شافت في منامها إن معاهم رز أو إنه بيجمع رز هنا بيدل على إيه الأرز هنا بيدل على إن إن شاء الله بإذن الله هيكون عنده مال بس المال ده هيجي بعد مشقة وتعب كمان رؤية الأرز لو الرؤي شاف منامه إنه بيأكل الأرز في المنام أو في حلمه ده بيدل على إنه هيحصل على مال بس بردك بعد مشقة وتعب رؤية الأرز المطبوخ لو الرؤي شاف منامه إنه هو بيأكل أو إنه هو بيطبخ الرز ده بيدل على إيه على الرزق سهل بيحصل عليه الرأي هيجيله رزق وخير بس هيكون الرزق والخير ده سهل بأمر الله تعالى كمان رؤية طبخ الأرز هنا بتدل على تيسير الأمور وعلى صلاح الأحوال للرأي وإن هو كمان هيكون عنده مال والمال ده هينمو بكثرة كبيرة جدا بأمر الله تعالى طب لو الرأي شاف أنه هو بيجيب جامع أرز والأرز ده عليه الإشرة بتاعته هنا بتدل على إيه أو تقشير الأرز هنا بيدل على إيه هنا بيدل على الإجتهاد إن هو بيجتهد في تنقية الأموال يعني هو بيعمل أعمال مش أي عمل هو بيعمله بحيث إن المال بتاعه بيكون من رزق حلال وبيكون فيه بركة وخير للرؤي يبقى رؤية الرز هنا من الرؤيات المحمودة اللي بتيجي بس بعد مشقة وتعب وبيجي له مال وخير والرزق بأمر الله تعالى دي كانت رؤية الرز في المنام أو الأرز في المنام ياريت لو أي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات وياريت تعملوا لايك وشير للفيديو بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وأرجو المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة